بعد نفاذ صبره من تسوية وضعيتهم العالقة من قبل الإدارة أقدم عمل وكلة المراقبة التقنية لولاية الأغواط على الاحتجاج نحن الآن محتاجين السبب الوحيد هو تماطر الإدارة في تسوية وضعية بتاع الإطارات خصوصا في السيرة المهنية نحن مثلا في 4 سنين ما دعوه شجيارة هذا بعد ما داروه باعتفاق مع الإدارة بعد ما داروه رانا من فيذري الله أعلم من فيذري اليومين هذا ما تمضاش المحضر ما زال ما تمضاش المحضر ما زال ما تمضاش السبب الآن ما عدنا حتى رد رسمي القائم على أعمال إدارة وكالة المراقبة التقنية أكد أن مطالب العمال خارجة عن نطاق الوكالة هذه الانشغالات والمطالب هي مش من صلاحيات الوكالة باش تحلها وتم إرسالها إلى الجهات المعنية الجهات المختصة من المديرية الجهوية والمديرية العامة في الجزائر وسيتم الفصل فيها إن شاء الله بعد دراستها أطرافار ديجان مختصة متساوية لعضاء التصعد بالإضراب عن العمل هو الخطوة المزمع اتخاذها في حال لم تلقى صرختهم هذه استجابة مناسبة ترجمة نانسي قنقر